أعلنت مع علي عهود بن خلفان الرومي وأزيرة الدولة للسعادة عن اختيار ستين رئيسا تنفيذيا للسعادة والإيجابية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والبدء بتأهيلهم عبر برنامج تدريبي علمي شامل ومكثف هو الأول من نوعه عالميا اعتبارا من سبتمبر المقبلة لشكل بذلك الجيل الأول من الرواساء التنفيذي للسعادة والإيجابية في حكومة دولة الإمارات وقالت مع عليها أن اختيار هذه الكفاءات يجسد توجيهات ورؤى صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوفير بيئة إيجابية وسعيدة لكافة موظفي الحكومة وترسيخ القيم الإيجابية في كافة الوزارات والهيئة والمؤسسات الحكومية